بيلطف ببلدنا والله بيلطف بينا لطف كبير من عند ربنا سبحانه وتعالى هوريكوا تلت كوارث كانوا يحصلوا في تلت قطرات تاني تلت كوارث كانوا يحصلوا في تلت قطرات ولما يجي يحصل القطار نقول ماذا جرى ده نهوريك الكارسة الاولى ولكن قبل ماوريك الكارسة الاولى لازم حي سائقي القطارات التلاتة ومساعدينهم التلاتة مش احنا ميحصل مشكلة في اي قطار بنقعد نهاجم ويشنهجوم طب لما يعملوا حاجة كويسة مش نشكرهم الناس منعوا تلت كوارث كانوا يحصلوا يعني بعض الشرق والبنى المناسبة التلت قطارات قطارات ركاب يعني كانوا ملينين ركاب لو اي واحدة فيهم مساعد القطار ما خدش اجراءاته كان عندنا لا تقول لي سواج ولا تقول لي مش عارف اسكندرية وتقول لي كان عندنا مشكلة كبيرة ايه السبب حضراتكم اوريك اول واحد جرار زراعي ما احنا يا جماعة طب والله انا بقطالب بتعديل قانون بقطالب بتعديل قانون اوقف هنا عند اللقطة اللي جايه دي عند اللقطة اللي جايه دي ده العربية الكارو ده الكارو اوقف هنا اوقف هنا اوقف هنا قبل ما اوريكم اللقطة الفضيحة والمصيبة اللي قدامنا دي أنا بأطالب تعديل قانون أي حد يعدم على السكة الحديد مش من المكان المخصص يحاسب بالقانون لأنه ده بيتسبب يبيعطل الحركة يبيموت الناس يبيسبب لنا أزمة كبيرة آدي عربيت كره قدام حضراتكم قرر هذا الرجل أنه يعد من على خط السكة الحديد قدام حضراتكم ارجع بالفيديو ارجع لا لا ارجع 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 خالص هات الفيديو من أوله هات الفيديو من أوله من أوله ماشي يلا التصيير ده من داخل القطر من داخل القطر حضرتك اقف هنا اقف هنا اقف هنا قطر ماشي قطار اسكندريا القاهرة ناحية اليوب قدام حضراتكم مفيش أي مكان لعبور حد خالص قرر هذا الرجل أنه يعد بعربية تكرروا اللي معاه عد وقفت العربية زي ما حاكم شايفين القطر جاي يعمل ايه القطر لو القطر لا قدر الله يشين العربية باللي ركب العربية زي الحصر الحصر في اليومين والأول امبارح او امبارح ونلاقي ناس بتموت يعني احنا مش عايزين حد يموت تاني بقول بنعطل يعني حياة الناس ونسبب في أزى لنا والبلدنا والشعبنا نتيجة لزي التصرفات العشوائية والغير مسؤولة قادي عربية تكرروا بص كمل بقى كمل شوف بقى المأسلة هتحصل السواء سائق القطار انا بشكره والله بشكره واناشد سيادة الوزير كامل وزير زي ما احنا اوقف هنا اوقف هنا اوقف هنا زي بمنطلب بمعاقبة من يتسبب في ارتكاب حوادث في القطارات معاقبته لازم نطلب كمان الامانة والانصاف نطلب بالاثابة والتكريم لسائق القطار اللي قدامكو ده والمعاون اللي معاه والمساعد بتاعه لانه انقذنا من مصيبة وانقذ حتى مقباش عندنا وفيات حتى لو واحد حتى لو راجل ده او ولاده مقباش عندي اي مشكلة سائق القطار خد اجراءاته اللي مكنته ان يربط القطر يربط القطر يعني يلحق يوقف القطر قبل ما يدخل يعملين الازمة اللي قدامكو ده وفعلا نجح اشتغلوا وريني وريني عشان نعرف ماذا يجري على خطوط السكة الحديدية طب خطوط السكة الحديد هل لو عملنا في بعض الدول بنتلاقي ده وانا شفتها في اليابان خطوط اللي زي كده متسبش كده واقتراح للسكة الوزير كان ما عرفش ده يبقى يعني يتعملوا ولا لا بيعملوا بيعملوا سلك سلك على الطريق على الجنبين اسلاك بحيث اسلاك ما ينفعش حد يعديها يعني ما تسمحش انه حد يروح يضع السلك ده لانه السلك بيبقى له اعتقد يعني له اجراءات وبالتالي انه يمنع اي حد يعدي منه مش مكان العبور مكان العبور فقط هو اللي يعدي منه ما ينفعش حد زي كده هل دا ينفع يتم ما عرفش انا بقول لكم شفناها في اليابان قد تكون على قطرات سريعة وربما تكون على قطرات سريعة ولكن على الاقل هذه القطرات نتيجة الحدث الكتيرة قد ينا بنشوفه قادي كان النهاردة يبقى عندنا حدثة والراجل وقف والقطر وقف واستنى الباشا ينتظر والناس اللي راكبين القطر يستنوا والقطر ينتظر الى متيج الناس ويجروا يلا طلعوا عربية الكاروة يا جماعة هو فيه حاجة اسمها كده بتحصل في اي بلد والله مهزلة انا باعلم باللدي مهزلة ولكن بوركوا عينة عشوائية من المصائب اللي بتحل علينا بس ربنا بقول لحضرتكم بيلطف بينا لطفه كبير قوي ده نوريك بعد شوية كمان فيديو اخر فيديو مصيبة تانية على السكة الحديث خد بقى استنى بقى طب لو قطر جاي من ناحية التانية كان عامل ايه تخيل بقى قطار جاي من ناحية التانية كان شال كل دلو موتهم يعني في اللحظات دي اتجاهين رايح جاي لو قطر جاي من اسكندرية او من القاهرة العكس من القاهرة رايح اسكندرية كان شال العلة دي كلها واللي جاي ساعدوه قطر سريع هو فيه قطر بيقف في مكان مش مكانه بس كرم ربنا ان السائق انتبه كرم ربنا السائق والمساعد انتبه شافوا من بعيد انه في مشكلة قدامنا من بعيد على مرمى البصر شافوها فبدأ يهدي لحد ما قرب فصور عشان بيسبت حالة عشان يقول لنا بصوا بيحصل قدامنا ايه وقعدوا بقى من السنين والقاطر يستنى كان نقص الركاب ينزلوا من القاطر يطلعوا للعربية كروا دي وبعدين يركبوا تاني ده اللي كان نقص او سواء القاطر ينزل يشيل اللي العربية من قدامه خد العربية بقى على بال ما بتعدي ويلا شيل ويلا عدي الناحية التانية مين يحاسب فين القانون فين القانون يعاقب هذي المهازن والقاطر يكمل طريقه وريني اللي بعده وريني فيديو فيديو تاني فيه فيديو تاني بتاع الجرار الزراعي جرار الزراعي الله على الفكرة دي كمان عبقرية قوي حلوة قوي الكلام ده قبل ما توصل الجرار وقف لو سمحت قدي الجرار الزراعي بمقطورة ما شاء الله وقف هنا تقريبا شيل قصب ده ولا شيل ايه تقريبا شيل قصب صح شيل قصب ده في نحية فيه أسوان نحية دراو بين كومومبو ودراو فيه أسوان عندنا الباشا قرر بصوا فيه طريق قدامك طيب هل ده طريق عبور العمل ايه الجرار ده جرار بمقطورة قدي الجرار نزل على خط السكة الحديد وادي قدي السور السكة الحديد اقتحام من الجرار لقدام حضراتكم بالمقطورة اللي شايلة أصب هنا مناطق كتير أراضي كلها ما سروع أصب هنا قدي الجرار وقدي القطر بالله عليكم وانتو بتشوفوا هذه الكارثة اللي قدامكم تاني ما انا بقول لحضراتكم ربنا بيلضب بينا الجرار ده بالمناسبة القطر كان ممكن يشيره وكان ممكن يعمل مشكلة في القطر يعني القطر ده بسرعته يشير الجرار يوقع القطر هيحصل مصيبة يعني كده أو كده فيه مصيبة كان ممكن يؤدي لانقلاب القطار الجرار ده انا بكلمك على قطار ايا كان حتى لو بضع لكن القطرات لا انا بكلمك على قطرات ركاب مليانة بشر مليانة مواطنين سائق القطار النبي ايضا واللانا بقول ربنا يعني بنحييهم ويتكرموا وتمنى السيدة الوزير كامل يكرمهم لانه تاني بقول ما هذه رسالة اذا الرجل منتبه وبصصه شايفه قدامه ومنع وقوع كارثة حتى لو القطر عده ومشي بس عده ومشي هنا هيعمل لي ايه هيموت واحد او اتنين او اربعة هيقلب ده بالعربية ايه اللي هيحصل في المنطقة ديت اقلها الجرار بس طيب الاسوق من كده كان ممكن الجرار نفسه القطر ممكن يتقلب بالعربيات وارد لو واحد من مليون وارد كان يحدث هذا الامر مين يا جماعة يقدر يقول لي ده يحصل في اي مكان حول انحاء الدنيا في العالم كله يحصل الهرجلة والتسايب اللي قدامنا ده عدم المسئولية المواطن يا جماعي ما هو انا كمان لازم كل مواطن يخلي باله وتاني بقول احاسبه بالقانون ولازم احاسبه واللي عمل كده لازم يتحاسب ولازم يتبض عليه ويتحاسب انت بتعطل كمان حركة نقل عام والقانون فيه مواد بتعاقب من يعطل حركة النقل العام ودي وسيلة نقل عام بتتعطل اتعطلت يبقى فيه هنا عقاب عشان الردع ما انت لازم تعمل الردع ده لازم اقول للناس ان انا هعاقب ان لا هيعمل كده انت مش قادر تمشي اتنين كيلو ولا يمكن كيلو كمان عندي مزلقان رسمي او مكان تقدر تعدي منه من غير ما تعمل ازمة الناس استسال يا سيدي يا الله دل النهارده قبل الفطار مشي في حيطة ففيه واحد جاي ناحية تانية طريق حاجة عجيبة جدا وناس مثقفين وركبين عربيات بسم الله ما شاء الله ولا مهتمين باي شيء عكسي والدنيا كلها في اتجاه هو جاي اتجاه اخر قدام الناس كلها وتبص عليه تقول له اللي انت بتعمله غلط ولكنه موجود القانون طبق القانون هيكون ردع للناس ادي كارثة اخرى ربنا لطفنا ومنع حدوث هذه الكارثة ايضا تاني انه اطر يحصل له اي مشكلة كمل الفيديو نكمل ادي نكمل الفيديو لحد الاخر ادي الجرار اقدام حضراتك اهو اقتحم المزلقان ودخل ده مكان مالهوش مش مخصص شايف حضرتك مكان شوف نزل ازاي وقف هنا وقف هنا هو نزل ازاي اصلا وعايز نزل ازاي انت متخيلين جرار نزل مع الرصيف ونزل ازاي تحت هو نزل ازاي المكان ده وعايز نزل المقطورة دي ازاي هنزلها على ينهر ابيض ينهر ابيض بتبصوا عمل ايه في الرصيف عمل ايه في الرصيف وبعدين ناس هنا عاملين مكان بيعدوا منه عاملين اهو سلالم غلط الكلام ده مش قانوني يا جماعة انتو عاملين ممر على مكان ممنوع فيه اللعبور ده ممر غير شارعي عاملين له السلم كمان بتده مساحة للناس يلا عدوا من المكان ده ما تشيروا الحاجات دي شوفوا المحطة دي فين ولازم يتحركوا شرطة النقل والمواصلات وتحرر وتاخد اجراءات يعني تسيب سلم بيخل الناس تعد من هنا لهنا عليه بالمكان غير مخصص العبور والاجرار ده ازاي نزل كده ازاي اصلا جدتوا فكرة ان انا بعد من على الرصير وعد من الصور وكسر حتة منه ونزل وافتح وكان هيعد بالمقطورة متخيل لما تعد المقطورة دي كلها على الشريط ده تاخد وقت قديه وقطرين رايحين جايين انت ايه اللي ممكن يحصل تخيل المقطورة دي في نص السكة الحديد تماما كان عندك كاء مصيبة لو ده حصل لكن بقول لحضراتكم لطف ربنا ربنا بيلطف بينا ولكن تاني بتكلم محتاجين ردع اكتر ولازم الناس تبقى خايفة على نفسها كل واحد يبقى خايفة على نفسه على روحه وعلى وعلى اهله وناسه وحبايبه كل واحد منفعش يا جماعة نفضل كل شوية الناس ترتكب هذين نوعين دي جريمة اللي قدامنا دي جريمة جريمة اقتحام خط سكة حديد كسر سور السكة الحديد عشان يعدي في مكان غير مخصص للعبور غير مخصص ل لانك تنتقل منه طبعا الناس يعملوا ايه لو القطر جاي استنى يا باشا قعدوا استنى طب نستنى وبعدين القطر خد قدي الجرار خد قدي اصلا عشان يعدي لازم يعود يفكوا بقى المقطورة لازم هول اول حاجة يفكوا المقطورة عشان الجرار يبدأ يتحرك الناحية تانية وبعدين نرجع تانية ناخد المقطورة ونشوف بقى القطرات اللي رايحة واللي جاية خد بقى قادر اللي بيحصل هذا ما يجري انا بوريكوا عينة عشان مش عايزة اتأخر على ضيفة الكريم فاننا احمد شاكر بوريكوا عينة مما يجري اسباب ده جزء خلي بالكو لو ما فيش يقظة من السائقين هنا او هنا عندنا بالمناسبة اكتر من فيديو تاني ولكن عشان الوقت كمان لازم يعني انتقل عشان ضيفة الكريم ادي الناس بدأوا يشاوروا الحقنا وقف انت جيت ليه اصلا انت عديت ازاي هنا انت جاي دلوقت اللقيت على نفسك اللقيت عليه انه الجرار بتاعك القطر هيدوسه انت ليه عديت من المكان ده اللي غير قانوني امشي يا سيدي كيلو ولا اتنين ولا تلاتة وعدي الناحية التانية في مكان طبيعي والقطر طبعا قعد واقف لحد ما ايه الجرار يشيروه لحد ما يشيروه تفرج انا بقى خليك تتفرج يا جماعة والله احنا بنسبب الازل نفسنا احنا بنسبب ازل بلدنا مينفعش ده يحصل حتى لو مواطن راكب القطر ده او سايح راكب القطر ده وبيشوف منظر زي كده هيقولك ايه اللي بيحصل ايه اللي بيتم ايه ده هو ده محصوق يبقى موجود في اي مكان كده اللي هو عدي زي ما انت عايز في اي وقت في اي مكان بدون حساب بدون رقابة بدون اي شيء في حاجة بنشوفها كده في اي مكان اهو والطريق اهو الناس تعدي ورايح جاي وعدي يا سيد وضع الرصيف اتعمل لطريق طريق للناس قدامك ترجمة نانسي قنقر